برأيك ما الذي ينتظر وزارة الدفاع الأمريكية في عهد بايدن الحقيقة أنا مستغرب جدا من هذا التصريح لأنه لا ينسجم على الإطلاق مع منطلقات بايدن وحرصه على التحالفات الدولية وعلى القانون الدولي وما إلى ذلك هذا التصريح يذكرني بما كان يحاول المحافظون الجدد تحقيقه منذ 1991 في عهد إدارة الرئيس جوش بوش الأب وقدموا مذكرة إلى الرئيس يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تستخدم القوة كي تمنع أي دولة من حتى منافستها وإدارة الرئيس جوش بوش الأب رفضت هذه التوصيات وطلبت من صاحب هذا الإقتراح أن يسحبه حتى لا يرفضه علنا فأنا أعتقد أنه قد يكون بس لإرضاء بعض الدوائر المحافظة جدا داخل المتحدة الأمريكية أن أمريكا مستعدة لاستخدام القوة ولكنه عقب ذلك بأنه يجب أن يكون الخيار الأخير والديبلوماسية هي سيد الموقف هنا عمل توازن بس حتى الجزء الأولاني من الاستثمان بتاعته أنا أعتقد أنها كتير مغالفة فيها وقد تكون هدفها بس إرضاء بعض الدوائر الداخلية لكن ليس تهديدا للصين من ضمن تصريحات بايدن المفاجئة مثل ما تصفها سيد عزيز أنه قال لن نتردد في استخدام القوة لحماية أمريكا وحلفائها برأيك هذه الرسالة توجه لمن من بايدن خارج أمريكا؟ أنا بلا يعني أولاً كون أنه يكون هناك داخل إدارة الرئيس بايدن من ينادي بأن يجب اعتماد الخيار العسكري مع الصين أنا أستبعده تماماً 100% لا يمكن أتصور أي مسؤول عسكري أو أي مسؤول سياسي في إدارة بايدن ينادي باستخدام القوة لحل أي مشاكل مع الصين هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحاً أنا مستعداً أراهن على ذلك لأن كل التصريحات بتاعت الإدارة تمشي في عكس هذا الاتجاه يعني كان هناك انتقاد شديد لسياسة الرئيس السابق ترامب الأحدية التي كانت تؤجج الخلاف التجاري مع الصين ومن وجهة نظر بايدن أن سياسة ترامب أدت إلى نتائج عكسية فكيف يكون ترامب ينادي باستعداد لاستخدام القوة ضد الصين هذا الكلام غير منطقي بالحديث عن سياسات ترامب الرئيس السابق سيد عزيز دأبت سياسة ترامب على سحب جميع القوات الأمريكية خارج الولايات المتحدة خصوصاً في العراق وأفغانستان هل تتوقع أن تكون لبايدن توجهات مختلفة؟ لا أعتقد أن قضية سحب القوات من أفغانستان ومن العراق الرئيس ترامب غالى في وطير تنفذها في الشهور الأخرانية لأنه كان يعد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب أن تشارك في حروب مفتوحة ولا تنتهي في الشرق الأوسط يدفع تمنها دفع الدرائب الأمريكي والدم الأمريكي لكنه في آخر عهده حاول أنه يسرع عجلة الانسحاب الرئيس بايدن وإدارة الرئيس بايدن تريست في ذلك لأن التعجل في سحب القوات بوتيرة عالية قد يكون له نتائج عكسية فهم الآن يعيدوا تقييم هذه السياسة وحتى على سبيل المثال في أفغانستان قرروا وقف سحب أي قوات إضافية من أفغانستان فهناك إعادة تقييم لكن في هذه المنظومة وفي هذا التفكير أنا شايف أن التعبير بتاع أن أمريكا لن تترجع عن استخدام القوة طبعا لن تترجع لو في أي قوة غدا قررت أن تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا فطبعا لن يتردد في استخدام القوة للدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية لكن كلمة المصالح المصالح دي ده يعدني للتفكير بما فعله المحافظون الجدد والإدارة الأمريكية والعسكرية الأمريكية والاستراتيجيين الأمريكيين رفضوا بالكاد